حدثنا محمد بن عبد الله الفرسي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال عن محمد بن عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا نتعيذ عن ختاب عن أنث بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يتاع وفي عقدته ضعف فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أكبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك من البيع فقل هاء وهاء ولا خلافة قال أبو ثور عن سعيد حدثنا عبد الله بمسلمة قال رأت على مالك بن أنث أنه بلغه عن عمر بن شعيب عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن ترك السلعة أو الكراءة فما أعطيتك لك حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني غجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عنه حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن عيوب حدثني عمر بن شعيب حدثني عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ردك ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن زكريا حدثنا عام عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى أبيه قال في آخره تراني إنما ماتتك لأذهب بجمله خذ جملك وتمنه فهو ما لك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام حدثنا هاروح بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعنى ذات إن وجد ذاء في الثلاث ليالي رد بغير بينة وإن وجد ذاء بعد الثلاث كل فالبينة أنه اشتراه به هذا قال أبو داود هذا التثير من كلام قتادة حدثنا أحمد بن يونط حدثنا ابن أبي ذئر عن مخلد ابن خفاق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان حدثنا محمود بن خالد عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاق من الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نطيبه إلى بعض القضاء فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروته فحدثت عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان حدثنا إبراهيم بن مروان حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد الزنجيج حدثنا هشام في عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قال أبو جاود هذا إثناد ليس بذاك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفظ بن الياس حدثنا أبي عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن أشعش عن أبيه عن ججه فارس اشترى الأشعش رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألف فأرسل عبد الله إليه في ثمانيه فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعش أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعش بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريفا فإن باع فهو أحق به حتى يؤذن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وطرفت الطرق فلا شفعة حدثنا محمد بن يحيى بن فارق حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب بن الزهري عن أبي سلمة أو عن فعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدة فلا شفعة فيها حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمر بن الشريف سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بتقبه حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة عن الحكم عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا حدثنا عبد الله بمسلمة عن نالك وحدثنا النفيلين حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أثلث فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارف بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعه فأخلث الذي بتاعه ولم يقضد الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فطاحب المتاعي أثوة الغرماء حدثنا سليمان بن جاود حدثنا عبد الله يعني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارف بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أثوة الغرماء فيها حدثنا محمد بن عوفن الطائل حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الغبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذي للخمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أثوة الغرماء وإيما امرئ هلف وعنده متاع امرئ بعين يقضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أثوة الغرماء قال أبو داود حديث مالك أضحى حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلزة قال أتينا أبا فريرة في صاحب لنا أثلت فقال لأقضينا فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلث أو مات فوجد رجل متاعه بعينك فهو أحق به حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمام وحدثنا موسى حدثنا أبان عن عبيد الله بحميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعب وقال عن أبان أن عامرا الشعبية حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجد عنها أهلها أن يعلكوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عن من قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبيا وأسم حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني ابن ذير عن خالد الحزاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ذابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها حدثنا هلناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهون والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون وعلى الذي يركب ويحلب النفق قال أبو داود وهو عندنا صحيح حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمر بن جرير أن عمر بن القطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا منهم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمد أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يثيم أفآكل من ماله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كثبه وولده من كثبه حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كثبه من أطيب كثبه فكلوا من أمواله قال أبو داود حمد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كثبكم فكلوا من كثب أولادكم حدثنا عمر بن عون حدثنا أشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماليه عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زفير حدثنا هشام بن أروة عن عروة عن عائشة أن هند أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أبا سخيان رجلا شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف حدثنا قشيش بن أسرم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال جاءت إن ذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سخيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عيانه من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا حميد يعني طويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلال نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف جرهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال قل تقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدل أمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وغيث عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل أمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها حدثنا محمد بن عمر الرازي حدثنا سلمة يعني ابن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد الهدية إلا أن يكون مهاجراً قرشية أو أنصارية أو دوسية أو تقفية حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قسادة عن سعيد بن المسير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في خيف قال أمام وقال قسادة ولا نعلم القيئة إلا حرارة حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن ذريع حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن طاوو عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهبهب فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شد عقاء ثم عاد في قيئ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهو أخبرني أسامة بن زيد أن عمر بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترج ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئة فإذا استرج الواهب فليوقف فليعرف بما استرج ثم ليدفع إليه ما وهب حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاتل وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاع فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشير أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلى قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلامة قال وقالت له أمي عمرك بنت رواحة ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له فقال له إني نحلت ابني النعمان نحلى وإن عمرك سألتني أن أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواك قال قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحددين هذا جوه وقال بعضهم هذا تلجئ فأشهد على هذا غيري قال مغيرة في حديث أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديث إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروا قال أبو داوود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك وقال بعضهم ولدك وقال ابن أبي خالد عن الشعبي ألك بنون سواه وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيرك حدثنا عطمان أبي شيبة حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي حدثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلامي أعطانيه أبي قال فكل إسهوتك أعطى كما أعطاك قال لا قال فاردد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلوا بين أولادكم اعجلوا بين أبنائكم حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زخير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحلبني غلامة وأشهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحلبنها غلامة وقالتني اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اخوة فقال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن داود بن أبيه وحبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك دوجها عثمتها حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني ابن الحارف حدثنا حصين عن عمر بن شعيب أن أباه أخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجه حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيا عن عبي سلم عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمر لمن مهبت له حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرا فهي له ولعقب يرثها من يرثه من عقب حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود وهكذا رواه ليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنة قال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك يعني ابن أنث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارد حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعنى قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويجيد بن أبي حبيث عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه قليح بن سليمان مثل حديث مالك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد غزاق أخبرنا معمر عن الزهرية عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول يا لك ولعقبه فأما إذا قالت هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال أضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تفضقت بها عليها قال ذلك أبعد لك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيء أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها حدثنا عبد الله بن محمد يفيلي قال رأت على معقل عن عمر بن بينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقب فمن أرقب شيئا فهو سبيله حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثنان بن الأشود عن مجاهد قال العمر أن يقول الرجل لرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولوركته والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيا عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليدنا أحدت حتى تؤدي ثم إن الحسن نتيا فقال هو أمينك لا ضمان عليه حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن قفوان بن أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عمق مضمونة قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواقق تغير على غير هذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك منتلاف قال عور أم غصب قال لا بل عور فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فلما هزم المشركون جمع الضروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك قال لا يا رسول الله لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم حدثنا أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا عبد الوهاب بن جدس الحوفي حدثنا ابن عياش عن شرح بيل بمسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وفية لواره ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارب حدثنا إبراهيم بن المستمر العسكري حدثنا حبان بن هلال حدثنا هنام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن ففوان بن يعنى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسولي فأعطهم ثلاثين جرعا وثلاثين بعيعا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة قال أبو داود حبان خالوا هلال رائع حدثنا مسدد حدثنا يحيا وحدثنا محمد بن المسنة حدثنا قالد عن حميد عن أنث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع قابلها قصعة فيها طعام قال فبربت في يدها فكثرت القصعة قال ابن المسنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكثرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم زاد ابن المسنة كُلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لطل حديث مسدد قال كُلوا وحبث الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصخيحة إلى الرسول وحبث المكسورة في بيتها حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن سفيان حدثني فليت العامري عن جثرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعتت به فأخذني أفكال فكثرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارك ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام حدثنا أحمد بن محمد بن ثابس المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبي أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائص رجل فأسدته عليه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكل الأموال حفظها بالنهار وعلى أكل المواشي حفظها بالليل حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن الضراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائصا فأسدت فيه فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائق بالنهار على أكلها وأن حفظ الماشية بالليل على أكلها وأن على أكل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل حدثنا مصر بن علي أخبرنا خضير بن سليمان حدثنا عمر بن أبي عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين حدثنا نصر بن علي أخبرنا زشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنس عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بيننا فقد ذبح بغير سكين حدثنا محمد بن حسان التمفي حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاء ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جثل فهو في النار قال أبو داود وهذا أصح شيء فيه يعني حديث بن بريدة القضاء ثلاثة حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاز عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمر بن العاف عن عمر بن العاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأطاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة حدثنا عباس العنبري حدثنا عمر بن يونس حدثنا ملازم بن عمر حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى ينال ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرمي حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا ابن أبي الزناد عن عبيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عطفة عن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزم الله فأولئك هم الكافرون إلى قولة الفاسقون هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريغة والنظير حدثنا محمد بن العلاء هو محمد بن المثنة قالا أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجائن الأنصري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصري الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصري جالس في حلقة فقالا ألا رجل ينفذ بيننا فقال رجل من الحلقة أنا فأخذ أبو مسعود كثفا من حفا فرماه به وقال مهما إنه كان يكره التسرع إلى الحكم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنت بن مالس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عوانث عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصرية عن أنه حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثني أبو برد فقال قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارف بن عبد الرحمن عن أبي سلم عن عبد الله بن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشش حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس قال حدثني عبي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وماذا قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذك وما نبي عليه انتهى أحدثنا عمر بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حمش عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء وقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما دلت قاضيا أو ما شكفت في قضاء بعد حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلم عن أم سلم فقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجده من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلم عن أم سلم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريس لهما لم تكن لهما بين إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكر رجلان وقال كل واحد منهما حقيلا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاختسما وتوكيا الحق ثم استهما ثم تحالا حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريس وأشياء قدرة فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهو عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان مريه وإنما هو من الظن والتكلف حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا معاد بن معاد قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا إخانني رأيت شاميا أفضل منك يعني حريز بن عثمان حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب المثابت عن عبد الله بن زبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين أثنين وهو غضبان حدثنا أحمد بن محمد المروز حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فنسخة قال فاحكم بينهم بما أنزل الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحا عن داوود بن الحرصين عن أكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة الآية قال كان بن النظير إذا قتلوا من بني قريغة أدوا نصف الدية وإذا قتل بن قريغة من بني النظير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم حدثنا حفظ بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمصة من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأي ولا آلم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبة حدثني أبو عوم عن الحارف الدعم عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معنا حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهو أخبرني سليمان بن بلال وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروقهم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاد أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبر أنه تغاضى ابن أبي حجر دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشفت حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال نبيك يا رسول الله فأشار له بيده أنضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقبه حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن السرح قالا أخبرنا ابن وهو أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بك أن أباه أخبر أن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عثمان أخبر أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبر أن زيد بن خالد الجهني أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسأله شكى عبد الله بن أبي بك أيته ما قال قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي لك قال النهمداني ويرفعها إلى السلطان قال أنسرح أو يأتي بها الإمام والإخبار في حديث الهمداني قال ابن السرح ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضابت الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يدل في صحف الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم حدثنا عمر بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمر حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن ناكا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن أعانى على خطومة بظلم فقد باء بعضب من الله عز وجل حدثني يحيى بن موسى البلخي حدثنا محمد بن عبيد حدثني سفيان يعني العسخري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن حريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصر فقام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرسى من الأوسام واجتنبوا قول الزور حما فاء لله غيره شركين به حدثنا حفظ بن عمر حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة القائن والقائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها بغيرهم قال أبو داود الغمر الحنة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاف حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن خليمان بن موسى بإسنانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذان ولا ذانية ولا ذي غمر على أخيه حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهو أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهات عن محمد بن عمر بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه استنع رخول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا مرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عنه فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة قال وما يدري وقد قالت ما قال دعها عنه حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا الحارث بن عمير البصري وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أفخاب أيوب حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعب أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذا ولم يجد أحدا من المسلمين يشبده على وقيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتياء أبا موسى الأشعري فأخبرا وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحففهما بعد العقرب الله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع سميم الداري وعزي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقد وجام فضة مخوطا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعجي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدهم الموت الآية حدثنا محمد بن يحيى بن فارث أن الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيف عن الزهري عن عمارة بن حزيمة أن عمه حدث وهو من أطحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرثا من أعرابي فاستدبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرثا فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعطبضون الأعرابي فيساومونه بالفرث ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرث وإلا بعتك فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته فقال الأعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول هلما شهيدا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعت فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن القباب حدثهم حدثنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمر بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاه حدثنا محمد بن يخيا وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار بإسناده ومعنى قال سلمة في حديثه قال عمر في الحقوق حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا الزراودي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاه قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثه إياك ولا أحفظ قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد أحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد يعني ابن يونس حدثني سليمان عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعنى قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث قال ما أعرف فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنه قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدثت عن ربيعة عنها حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيب بن عبد الله بن الزبيب حدثني أبي قال سمعت جد الزبيب يقول بعت نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بن العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية ثقاء فساقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذانا النعم فلما قدم بالعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تأخذوا في هذه الأيام قلت نعم قال من بينتك قل ثمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له فشهد رجل وأبى ثمرة أن يشهد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر قلت نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذانا النعم وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاتموهم أنصافا أموان ولا تمسوا دلاليهم لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا قال الزبيب فدعتني أمي فقال هذا الرجل أخذ زبيبتي فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال من أشبثت فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكانا ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد بأسيرك فأرسلته من يدي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل رد على هذا ذريبة أمه التي أخذت منها فقال يا نبي الله إنها خرجت من يدي قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه وقال الرجل اذهب فجده آفعا من طعام قال فزادني آفعا من شعي حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قسابة عن سعيد بن أبي بردة عن عبي عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين الدعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بين فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حدثنا نحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعنى حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هنام عن قسابة بمعنى إسناده أن رجلين الدعيا بعيرا على عقد النبي صلى الله عليه وسلم فبعت كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبى ذلك أو كرهاه حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيل قال حدثنا عبد الغزاق قال أحمد قال حدثنا معمر عن هنام بن منبه عن أبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الإثنان اليمين أو استحبا فليستهما عليها قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره الإثنان على اليمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإثناد ابن منهان مثل قال في دابة وليس له ما بين فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستهيما على اليمين حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنعين حدثنا نافع بعمر عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوة حدثنا عقاء بن السائب عن أبي يحيا عن ابن عباس أن نبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف الله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعى قال أبو داود أبو يحيا اسمه زياد كوفي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعة قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدا فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بين قلت لا قال لليهود احلف قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بماله فأنزل الله إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَفْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثمنا قليلا إلى آخر الآية حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن سليمان حدثني كردوس عن الأشعة ابن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت اخصمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرض اعتصبنيها أبو هذا وهي في يدك قال هل لك بينك قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغصرنيها أبوه فتهيأ الكندي يعني عيمين وساق الحديث حدثنا هل ناد بن السري حدثنا أبو الأحوط عن سناك عن علقمة بن وائد بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت هو رجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أذرعها ليس له فيها حق قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينك قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند تعيش بن المسي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من ذنه وساق الحديث في قصة الرجل حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال حدثني رجل من مزينة من من كان يتبع العلم ويعيد يحدث سعيد بن المسي وساق الحديث بمعناه حدثنا محمد بن المسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قسادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ابن سوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجل قال ذكرتني بعظيم ولا يتعني أن أكذبك وساق الحديث حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان فقي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعر عن خالد بن معذان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجل ولكن عليك بالكيب فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل حدثنا عبد الله بن محمد النفير حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمر بن الشريف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليل الواجد يحل عرضه وعقوبته قال ابن المبارك يحل عرضه يغلب له وعقوبته يحبث له حدثنا معال بن أسد حدثنا النضر بن شميل أخبرنا هرناس بن حبيل رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي إلزم ثم قال لي يا أخى بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك حدثنا إبراهيم بن موسى الراضي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبث رجلا في تهم حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ابن قدامة إن أخاه أو عمه وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذ فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه لم يذكر مؤمل وهو يخطب حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهد بن فيسان عن جادر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وثقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوتك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ابن سن بن سعيد حدثنا خسادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تدارأتم في ضريق فاتجعلوه سبعة أذره حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن أعرق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال ما لي أراكم قد أعرقتم لألقينها بين أكتافكم قال أبو داود وهذا حديث بن أبي خلف وهو أتم حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن أعرق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال ما لي أراكم قد أعرقتم لألقينها بين أكتافكم قال أبو داود وهذا حديث بن أبي خلف وهو أتم حدثنا سليمان بن داود العتكين حدثنا حماد حدثنا واصل مولى أبي عييلة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن ثمرة بن جنجب أنه كانت له عبض من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع رجل أهله قال فكان ثمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشفق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه لك ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيك فأبى فقال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار اذهب فاقلع نحلة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبدالله بن الزبير حدث أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسكون بها فقال الأنصار سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك قال فغضب الأنصار فقال يا رسول الله أن كانت نعمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبث الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير فوالله إني لأحكب هذه الآية نزرت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآن حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن فعلبة عن أبيه فعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريب كان به سهم في بني قريبة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فغضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحدث الأعلى على الأكثن حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارف عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضع في السيل المهزور أن نمسك حتى يدلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأكثن حدثنا محمود بن صالد أن محمد بن عثمان حدثهم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبيه عن أبي تعيز للصدري قال اخصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحديما فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الله بن داود سمعت عاطم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيف قال كنت جالسا مع أبي الدرباء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبي الدرباء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا جرهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحب وعفر حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يغلب فيه علمه إلا تثل الله له به طريق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يزرى به نتبه حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت للمروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مغمر عن الزهري أخبرني ابن أبي نملة الأنصري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فقال اليهود إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه يعني ابن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمل يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر به إلا نفق شهر حتى حدثت فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيا عن عبيد الله ابن أخنس عن الوليد ابن عبد الله ابن أبي المغيس عن يوسف ابن ماهد عن عبد الله ابن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقال أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضى فأمسجت عن الكتاب فذكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ لأفعوه إلى فيه فقال أكتب فوالنبي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله ورسول الله بن حمط بن قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديث فمحى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل النادي عن أبي تعيد القدري قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن أوزاعي عن يحي بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلم يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما كتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذاكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يغال له أبو شاك فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال اكتبوا لأبي شاك حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمر ما يكتبوه قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه حدثنا عمر بن عون أخبرنا خالد وحدثنا مسدد حدثنا خالد المعنى عن بيان ابن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرك بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن حبيب قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه فقال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنذلة ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي حدثنا سهيل بن مهران أخي حزم القطعي حدثنا أبو عمران عن جنجب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد قصر حدثنا عمر بن مردو أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن ثابت ابن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثها أعاده ثلاث مرات حدثنا محمد بن منصور التوسي حدثنا سكيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فجعل أقول اسمعي يا ربة الفجرة مرتين فلما قضت صلاتها قال ألا تعجب إلى هذا وحديثه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحطاه حدثنا سليمان بن داوود المهري أخبرنا ابن وهو أخبرنا يونس عن ابن شهاد أن عروة ابن الزبير حدث أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسعد الحديث مثل فردكم حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن صنابحي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغروطات حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرأ حدثنا تعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمر عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى وحدثنا سليمان بن داود أخضرنا ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمر عن عمر بن أبي نعيمة عن أبي عثمان طنبذي رضي عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان أسمه على من أبتاه زاد سليمان المهر في حديثه ومن أشار على أسيه بأمر يعلم أن رسد في غيره فقد قال وهذا لقل سليمان حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم ألجمه الله بإجام من نار يوم القيامة حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جرير عن أعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبك حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطار عن عبد الرحمن بن أبان عن أبي عن زيد بن سابت قال سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه حدثنا تعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل يعني ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرك حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معار حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمر بن خان كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يسبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سريد بن نعمان حدثنا قليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد اليسار عن أبي هريرة قال قال أقول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرص الجنة يوم القيامة يعني ريحك حدثنا محمد بن خالد حدثنا أبو مصر حدثني عباد بن عباد الخوار عن يحيى بن أبي عمر السيباني عن عمر بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختار حدثنا مصدد حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلق مذياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخضري قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم لا يستثر ببعض من العلم وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم قال فجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر طعاديك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك خمسمائة سنة حدثنا محمد بن المثنة حدثني عبد السلام يعني ابن مصحر أبو ظفر حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنث بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعفق أربعة من ولد إسماعي ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العب إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعفق أربعة حدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثنا حقص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليك حتى إذا انتهيت إلى قولك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية فرفعت رأتي فإذا عيناه تثنلانا حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيام حدثنا الشعبي عن عمر عن عمر قال نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والقنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفاركنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا عدثنا عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر عن عمر بن الخطاب قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية قال فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ ثُكَارًا فكان النادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ يُنَادِي أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ تَفْرَانًا فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون قال عمر منتهينا حدثنا يحيى عن حفيانا حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عود فسقاهما قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي في المغرب فقرأت قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون حدثنا أحمد بن محمد المرودي حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عدمه عن ابن عباس قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا و يسألونك عن الخمر والميشر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختهم الذي في المائدة إنما الخمر والميشر والأنصاب الآية حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أنث قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما شرى هنا يومئذ إلا الفضيح فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي عرقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقين أنه ما سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعن الله الخمر وشاربها وتاقيها وبائعها ومكتاعها وعاقرها ومعتفرها وحاملها والمحمولة إليه حدثنا ذهير بن حرب حدثنا وكيع عن خفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنة ابن مال أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورث خمر قال أهرقها قال أفلا أجعلها أخلى قال لا حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا حدثنا مالك بن عبد الواحف أبو غسام حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدث أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العطير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والدرة وإني أنهاكم عن كل مسكر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة قال أبو داود اسم أبي كثير الغبر يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحن وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عنافة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخر حدثنا محمد بن غافع حدثنا إبراهيم بن عمر الطمعاني قال سمعت النعمان بن أبي شيبة يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مفترا بخثت صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن ثقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفراك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرارة حدثنا عبد الله بن مسلمة الفعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام قال أبو داود رأت على يديد بن عبد ربه لجرجسي حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث بإثناده ذات والبتع نبيذ العدل كان أهل اليمن يشربونه قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبتك ما كان فيهم مثلك يعني في أهل حنص يعني الجرجسي حدثنا هناد بن السري حدثنا عفدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن نزيد بن أبي حبيب عن مرسد بن عبد الله اليزني عن ديل من الحن يري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل نسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قال قلت فإن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم حدثنا وهب بن بقية عن حالب عن عاصل بن كليب عن أبي بردة عن أبي نيسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتر قلت وينتبذ من الشعير ويرى فقال ذلك المذر ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرار حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرات وقال كل مسكر حرار قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة حدثنا تعيد بن منصور حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحكم بن عمر الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شاهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي يعني ابن ميمون حدثنا أبو عثمان قال موسى وهو عمر بن سلم الأنصري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أذكر منه الفرق فمنه الكث منه حرام حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن حاكم بن حريب عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير كنها قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واصف قال حدثنا أبو منصور الحارف بن منصور قال سمعت سفيان الثورية وسئل عن الدازي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير كنها قال أبو داود وقال سفيان الثوري الدازي شراب الفاسقين حدثنا مصدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الضباء والحنثم والمزثة والنقير حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر فدخلت على ابن عباس فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر قال وماذا قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر قلت وما الجر قال كل شيء يصنع من مدى حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبي قال حدثنا حمد وحدثنا مسدد حدثنا عباد بن عبداد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول وقال مسدد عن ابن عباس وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيع قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلط إليك إلا في شخ حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فثرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحمتم والمزفة والمقير وقال ابن عبيد النقير مكان المقير وقال مسدد والنقير والمقير لم نذكر المزفة قال أبو داود أبو جمرة مصر بن عمران الضبعي حدثنا وهو ابن بقية عن نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحمتم والدباء والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في ثقائك وأوكك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسي عن ابن عباس في خصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدم التي يلات على أفواهها حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القمو في زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوح أن اسمه قيس بن النعمان فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حمتم واشربوا في الجلد الموكى عليه فإن اشتد فاكتروه بالماء فإن أعياكم فأفيقوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علي بن بديمة حدثني قيس بن حقر نهجلي عن ابن عباس أن وقت عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشه قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريحوه ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميس والكوبة قال وكل مسكر حرام قال خفيان فسألت علي بن بديمة عن الكوبة قال الطب حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحف حدثنا إسماعيل بن سميع حدثنا مالك بن عمير عن علي عليه السلام قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنسم والنقير والجع حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن بيثار عن ابن بريدة عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة الخبور فذوروها فإن في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسجرة ونهيتكم عن لحوم الأضاحل أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعب عن جابر بن عبد الله قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال قالت الأنصار إنه لابد لنا قال فلا إذا حدثنا محمد بن جعفر بن زيار حدثنا شريك عن زيار بن فياض عن أبي عيار عن عبد الله بن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحمتم والمزفة والنقية فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل حدثنا الحزن يعني ابن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك بإثناده قال اجتنبوا ما أذكر حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أب الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ينبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقاء فإذا لم يجدوا ثقاء نبد له في ثور من فجارة حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباء عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينتبذ الأسر والرطب جميعا حدثنا أبو سلمة موسى بن اسماعيل حدثنا أبام حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قسادة عن أبيه أنه نهى عن خليق الزبيب والتمر وعن خليق البسر والتمر وعن خليق الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحدة على حدة قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قسادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا سليمان بن حرب وحقص بن عمر النمري قالا حدثنا شعبة على الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثابت ابن عمارة حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالا سألت أم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه قالا كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلق الزبيب والتمر حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مصعر عن موسى بن عبد الله عن مرأة من بني أثن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبد له زبيب فيلقي فيه تمر وتمر فيلقي فيه الزبيب حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا أبو بحر حدثنا عكاب بن عبد العزيز الحماني حدثتني طفية بنت عقية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرزه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاد بن شام حدثني أبي عن قسادة عن جابر بن زيد معكرم أنهما كانا يكرهان البسر وحوة ويأخذان ذلك عن ابن عباس وقال ابن عباس أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس فقلت لقسادة ما المزاء قال النبيذ في الحنتم والمزفة حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمرة عن الزيباني عن عبد الله بن الزيلمي عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن قال إلى الله وإلى رسوله فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها قال ذببوها قلنا ما نقنع بالذبيب قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عطره صار خلا حدثنا محمد بن المسنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقافي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقاء يوكأ أعلى وله عزاء ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت شبيب ابن عبد الملك يحدث عن مقاتل ابن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشه شرب على عشاءه وإن فضل شيء صبقته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل فإذا أطبح تغدى فشرب على غدائه قالت يغسل السقاء غدوة وعشية فقال لها أبي مرتين في يوم قالت نعم حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى البهران عن ابن عباس قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى نتاء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهرى قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد للبهراني حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريك عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند ذينب بانتجح فيشرب عندها عسلا فتواطيت أنا وحقصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقل إني أجد منك ريح مغافية فدخل على إحداهن فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند ذينب بانتجح ولن أعود له فنزل لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى إن تتوبى إلى الله لعائشة وحقصة رضي الله عنهما وإذ أثرن النبي إلى بعض أدواجه حديثا لقوله صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا حدثنا الحسر ابن علي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فذكر بعض هذا الخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح وفي هذا الحديث قالت سودا بل أكلت مغافية قال بل شربت عسلا سقطني حفة فقلت جرتت نحله العرخط نبت من نبت نحن قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة وجرتت رعاة والعرخط نبت من نبت نحن حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقب عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اطرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتاد عن أنث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن مصعر بن كدام عن عبد الملك بن ميثرة عن النزال بن ثبرة أن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماس أخبرنا قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في استقاء وعن ركوب الجلالة والمجتمة قال أبو داود الجلالة التي تأكل العباة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد أعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الإنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنف فما الإداوة ثم شرب من فيها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطب عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من تلمة القدح وأن ننفخ الشرار حدثنا حق بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمداء فاستسقى فأتاه به قال بإناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينتهي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديبات وعن الشرب في آلية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثني قليح عن سعيد بن الخارج عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا قال بل عندي ماء بات في شن حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق الخوم آخرهم شربا حدثنا لقع نبي عبد الله بن مسلمة قلت عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذنبن قد شيب إماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشربت ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أثنأ وأمرأ وأبرأ حدثنا عبد الله بن محمد يفيري حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه حدثنا حقص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن خبير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل ثمراء فجعل ينطي النوى على بحر أسبوعيه السبابة والوسطى فلما قام قام أبي فأخذ بالجام دابته فقالت الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما غزقتهم واغفر لهم وارحمهم حدثنا حماد يعني ابن زيد وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلم عن علي بن زيد عن عمر بن حرمال عن ابن عباس قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد إخالك تكذره يا رسول الله قال أجل ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجدئ من الطعام والشراب إلا اللبن قال أبو داود هذا لفظ نصدد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحرى عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وقم صباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله وأوكث قاءك واذكر اسم الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاءه ولا يكشف إناءه وإن الفويتقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن شنذير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه قال واتفتوا ثبيانكم عند العشاء وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا وخرفة حدثنا عصنان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمث عن أبي صالح عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فستسقى فقال رجل من القوم ألا نحطيك نبي ذا قال بلى قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودة قال أبو جاود قال الأطمعي تعرضه عليه حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد نفيلي وقتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يوما حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها حدثنا مخلث بن خالد حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد فإن كان مفترا فليطعم وإن كان طائما فليدع حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق فاخبرنا مهمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم أخا فليجب عرصا كان أو نحوه حدثنا ابن مصفى حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعنى حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء سرع حدثنا مسدد حدثنا درست بن زياد عن أبان ابن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عطى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل تارقا وخرج مغيرا قال أبو داود أبان ابن طارق مجهول حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرق عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المسافين ومن لم يأتي الدعوة فقد عطى الله ورسوله حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينباب انت جحش عند أنت ابن مالك فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نساء ما أولم عليها أولم بشاء حدثنا حامد بن يحيا حدثنا سفيان حدثنا وائل بن داود عن عنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنت ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتنظر حدثنا محمد بن المثنة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قسادة عن الحسن عن عبد الله بن عطمان الثقافي عن رجل أعور من تقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عطمان فلا أدري مسبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سماعه ورياء قال قتادة وحدثني الرجörung أن سعيد بن المسيد دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سماعه ورياء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هيشام عن قتادة عن سعيد بن المسيد بهذه القصصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن بيار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جذورا أو بقرا حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يتوي عنده حتى يقرجه قال على داود قرئ على الحارف بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهد قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليل قال يكرمه ويتفر ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ويارة حدثنا موسى بن اسماعير ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقه حدثنا مسدد وخلف بنهشان قال حدثنا أبو عوانث عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه ديه إن شاء قضى وإن شاء سرقه حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبة حدثني أبو جودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محرومة فإن مصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بفراء ليلة من زرعه وماله حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يؤوننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم قال أبي داود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حق حدثنا أحمد بن محمد المروذي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكان رجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التي في النور قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشكاكا كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال إني لأتجنح أن آكل منه والتجنح الحرج ويقول المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن سبير بن خريط قال سمعت عفريمة يقول كان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل قال عبد داود أثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب وصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عبادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعليه الحق فانظر ما رجع فتبعته فقلت يا رسول الله ما رده فقال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا حدثنا هناب بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الخنيري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمعت داعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ زاد أسدد وكان عبد الله إذا وضع عشاءه أو حضر عشاءه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام حدثنا محمد بن حاسم بن بذيع حدثنا معلم يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤثر الصلاة لطعام ولا لغيره حدثنا علي بن مسلم الطوسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عطمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان بن زبير إلى جنب عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن زبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال عبد الله بن عمر ويحك ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام وضوء قبله فذكرت ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم وقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام قال أبو داود وهو وعيد حدثنا أحمد بن أبي مريم حدثنا عني يعني سعيد بن الحكم حدثنا ليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جاذب بن عبد الله أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجة وبين أيدينا ثمر على ترس أو حجة فدعوناه فأكل معنا وما مزمنا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبي عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشفع قال فلعلكم تسترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريف قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء حدثنا عصمير بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذا الأعراضي يستحل به فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها فولدي نفسي بيده إن يده لكي يد مع أيديهما حدثنا نأمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله تستوئي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كنثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره حدثنا مؤمل بن الفضل الحرام حدثنا عيسى يعني ابن يونس حدثنا جادر بن صد حدثنا المسنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أميس بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جادسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه قال أبو داود جاهر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه حدثنا محمد بن كثير أصبرنا سفيان عن علي بن الأكبر قال سمعت أبا جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابتنا البناني عن شعيب بن عبد الله بن عم عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ولا يطأ عقبه رجلان حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنثا يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقرد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلى حدثنا عمر بن عثمان الحنصي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بسلك القصة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما تفروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير أهشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي وجدة عن عمر بن أبي سلم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدن بني فسن الله وكل بيمينه وكل مما يليه حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن هشان بن عروة عن عبيد عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحمة بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمر قال أبو داود وليس هو بالقوي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحا عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن خفوان بن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحمة بيدي من العظم فقال ابن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمر قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود عن ذهير عن أبي إسحا عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاد حدثنا محمد بن فشار حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع قال وسم في الزراع وكان يرى أن اليهود هم سمنوا حدثنا القعنبي عن مالك عن أسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنا فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسبع الدباء من حوالي الصحة فلم أذل أحب الدباء بعد يومئذ حدثنا محمد بن حسان السمسي حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أبل المصرة عن أكرمه عن ابن عباس قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السريد من الخب والسريد من الحي قال أبو داود وهو ضعي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ذهير حدثنا سماك بن حرب حدثني قبيصة بن هل عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرد منه فقال لا يتخل جنة في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاكت عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانه حدثنا ابن المثنى حدثني أبو عامر حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة حدثنا أحمد بن أبي سويج أخبرني عبد الله بن جهم حدثنا عمر بن أبي قيس عن عيوب السخياني عن نافا عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من أنبانها حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمر بن دينار عن محمد بن علي عن جادر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الحي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبي عن جادر بن عبد الله قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم لنهنا عن الحي حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحنصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن خالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذيناب من استباع قال أبو داود وهو قول مال قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه قال أبو داود وهذا من سوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن زبير وفضالة ابن عبيد وأنس ابن مالك وأثناء ابنت أبي بكر وسويد ابن غفلة وعلقنا وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن زير عن أنس ابن مالك قال كنت غلاما حزورا فست أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها حدثنا يحيى بن خلط حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن خالد قال سمات أبي خالد بن خوير في يقول إن عبدالله بن عمر كان استفاح قال محمد مكان بمكة وإن رجلا جاء بأرنب قد صاده وقال يا عبدالله بن عمر ما تقول قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالد فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها فحيط حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس أن خالته أهدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضبة قذر وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبدالله بن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمون فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافف قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن عون أخبرنا قالت عن حسين عن زيد عن ثابت ابن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابع ثم قال إن أمة من بني إسرائيل لمسخ الدواب في الأرض وإني لا أدري أي الدوابه قال فلم يأكل ولم ينهل حدثنا محمد بن عوثن الطائر أن الحكم ابن نافع حدثهم حدثنا إذن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد القبران عن عبد الرحمن بن شبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضبط حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي حدثني بريد بن عمر بن سفينة عن أبي عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا غالب بن حجرة حدثني ملقام بن التلب صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريب حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن ميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فثلاث قل لا أجد فيما أوحي إلي مخرما الآية قال قال شيخ عندك سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائف فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندخل حدثنا محمد بن داود بن صبيح حدثنا الفضل بن جكين حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمر بن دينار عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرها فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما تكت عنه فهو عفر وثلاثا قل لا أجد فيما أوحي إلي مخرما إلى آخر الآية حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جادر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطبع وقال هو صير ويجعل فيه كبش إذا صاده المخرم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي فعلبة الحشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذيناب من السبع حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانث عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذيناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطي حدثنا محمد بن المصفى الخلصي حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن ركبة تغيبي عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن المقدام بن معدي كرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الخمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل خرار حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير حدثنا عمر بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن خالف بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرف عن خالف بن الوليد قال فزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم عمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قالا حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جادر بن عبد الله أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر قال ابن عبد الملك عن أكل الهر وأكل ثمنها حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريت أخبرني عمر بن دينار أخبرني رجل عن جادر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الفمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخير قال عمر فأخبرت هذا الخبر أبا الشعتاء فقال قد كان الحكم الغثاري فينا يقول هذا وأبا ذلك البحر يريد ابن عباد حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا ثنان الحمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سنين حمرك فإنما حرمتها من أجل جواد القرية يعني الجلالة قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن ابن معقل عن عبد الرحمن ابن بشر عن ناس من مزيلة أن سيد مزيلة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد عن ابن معقل عن غجلين من مزيلة أحدهما عن الآخر أحدهما عبد الله بن عمر بن عويمن والآخر غالب بن الأبجر قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا سهل بن بكار حدثنا وخيب عن ابن طاروس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها حدثنا حقس بن عمر بن مري حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمع ببن أبي أوفة وسألته عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أو سبع غزوات فكنا نأكله معه حدثنا محمد بن الفرج البغداري حدثنا ابن الزبر قال حدثنا سليمان السيمي عن أبي عثمان نهدي عن سلمان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جمود الله لا آكله ولا أحرمه فقال أبو داود رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكري بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله فقال أكثر جمد الله قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام قال أبو داود رواه حماد بن سلم عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان حدثنا أحمد بن عبد حدثنا يحيى بن سليم الطائفين حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبيع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جذر عنه فكلوه وما مات فيه وطقى فلا تأكلوه قال أبو داود رواه هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر وقد تسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن أسماعيل حدثنا حماد عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمر أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ظل فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فنمجد صاحبها فمرضا فقالت امرأته إن حرها فأبى فنفق فقال اتلقها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكلها فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك حدثنا هارول بن عبد الله حدثنا الفض بن دكين حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحجد عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميت قال ما طعامكم قلنا نغتبق ونطبح قال أبو معين فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال ذاك وأبي الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحالة قال أبو داود الغبوء من آخر النهار والصبوء من أول النهار حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أصبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عنافع عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أن عندي خبزة بيضاء من برة ثمراء ملوبقة بثمن ولبن فقام رجل من القوم فتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا قال في عكة ضب قال رفع قال أبو داود هذا حديث منكر قال أبو داود وأيوب ليس هو السخياني حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمر بن منصور عن الشعب عن ابن عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في ثبوك فدعى بسكين فسمى وقطع حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سخيان عن محارب بن دفار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمل إدام الخل حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمل إدام الخل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرنا نونس عن ابن شهاب حدثني عطاء بن أبي رباه أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من أكل توما أو بصلا فليعتذلنا أو ليعتذل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجدنا لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي قال أحمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب طبق حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمر أن بكر بن سوادة حدث أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدث أن أبا فعيد الخدرية حدث أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبطل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه حدثنا عثنال بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن ذر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلوه بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة خبيثة فلا يقرب أن مسجدنا ثلاثا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيا عن عبيد الله عن نافا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب أن المساجد حدثنا شيبان بن فروح حدثنا أبو هلال حدثنا حميد بن هلال عن أبي برد عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحة ثوم لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنافة قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب أن حتى يذهب ريحها أو ريحه فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعقيني يده قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معقوب الصدر قال إن لك عجر حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر حدثنا صالد بن ميسرة يعني العفقار عن معاوية بن قرر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا قال يعني المصل والثوم حدثنا مسدد حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إتحاق عن شريف عن علي عليه السلام قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا قال أبو داود شريك بن حنبل حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا وحدثنا حيوة بن شريف حدثنا بقية عن بحير عن طالد عن أبي زياد سيار بن سلم أنه سأل عائشة عني بصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن حف حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعوار عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها ثمر وقال هذه إدام هذا حدثنا الوليد بن عطبة حدثنا مروان بن محمد حدثنا سليمان بن بلال حدثني هشام بن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أسلق حدثنا محمد بن عمر بن جبل حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيح فجعل يفتشه يخرج السوس منه حدثنا محمد بن كثير أصبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتى بالتمر في هدود فذكر معناه حدثنا واقل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيح عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابه حدثنا حق بن عمر النمري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القتاء بالرطب حدثنا سعيد بن نصير حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن عبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بالضيخة بالرطب فيقول نفر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا حدثنا محمد بن الوزير حدثنا الوليد بن مزياد قال سمعت بن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قالا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمر وكان يحب الزب والتمر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نأذو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخيب من آلية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم حدثنا نصر بن عاطم حدثنا محمد بن شعير أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي فعلقة الحشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نجاوي أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الحنذير ويشربون في آنيتهم الخم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبيع عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من ثمر لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة يعطينا ثمرة ثمرة كنا نمخها كما يمخ الصديق ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعطينا الخبر ثم نهله بالماء فنأكله وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثير بالضخم فأتيناه فإذا هو دابة كدع العنبر فقال أبو عبيدة ميت ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمئة حساس منه فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرنا ذلك له فقال هو ربط أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عفاة عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي هو اللفظ للحق قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسي عن أبي هريرة قارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ما إعى فلا تقربوا قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن بن بو ذوي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الزباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحي هداء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه هداء فليغيسه كله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعام لعقاء طابعه السلام وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك لك حدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنع لأحدكم فادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودقانه فليقعده معه ليأكل فإن كان الطعام مشكوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا ينسحن يده بالمندين حتى يلعقها أو يلعقها حدثنا النفيري حدثنا أبو معاوية عن عشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعب عن ابن كعب بن مان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا ينسح يده حتى يلعقها حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستخنا عنه ربنا حدثنا محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن خفيان عن أبي هاشم الوافطي عن إسماعيل بن رباح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وثقانا وجعلنا مسلمين حدثنا أحمد بن صالح حدثنا إذن وهو أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل من القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وثقى وسوغه وجعل له مخرجا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسل فأخابه شيء فلا يلو من إلا نفسه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد عن رجل عن جابر بن عبد الله قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وأخابه فلما يفرغوا قال أخيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إتابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إتابته حدثنا محلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثاب عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة حدثنا حفص بن عمر الممري حدثنا شعبة عن بياد بن علاقة عن أسامة بن شريف قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأطحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع لك دواء غير داء واحد الهرم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود وأبو عامر وهذا لفظ أبي عامر عن خليف بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعفعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بن تخيث الأنصاري قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه السلام وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي يأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مهما إنك ناقه حتى كف علي عليه السلام قال وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصد من هذا فهو أنفع لك قال أبو داود قال هاروم العدوية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالفجامة حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا يحيا يعني ابن حسان حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلما خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان أحد يشتكل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأده إلا قال احتجج ولا وجعا في رجلي إلا قال اخضبكما حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الألماري قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كثيفيه وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء بشيء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير يعني ابن حازم حدثنا قتاد عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخضعين والكاه قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت أولقى نفاتحة الكتاب في ثلاثة وكان احتجم على هامته حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رطول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لتبع عشرة وتسعة عشرة وأحدى وعشرين كان شفاء من كل دات حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة وقال غير موسى كيسة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجام في يوم التلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم التلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به حدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي صبيبا فخطع منه عرقا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن مضرر عن عمران بن حسين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاختوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا قال أبو داوود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوا انقطع عنه فلما ترك رجع إليه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كواسع ابن معاذ من رميته حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن إسحاء حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الغزاق حدثنا عقيل بن معفل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا شرحبير بن يزيد المعاكري عن عبد الرحمن بن رافع السنوخي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أغالي ما أتي إن أنا شربت ترياقا أو تعلمقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد رخص فيه قوم يعني أثرياء حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر حدثنا يونت بن أبي إسحاء عن مجاة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الحبيب حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيد عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذفضع يجعلها في دواب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى ثم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن واحد عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صمر فنهاه ثم سأله فنهاه قال له يا نبي الله إنها دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها دا حدثنا محمد بن عبادة الوافطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن عياش عن سعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن فعد قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤاتي وقال إنك رجل مفقود ائتي الحارث بن كلدة أخى سخيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبعة مرات من عجوة المدينة فليلجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح سبعة مرات عجوة لم يضره ذلك اليوم ثم ولاث حدثنا مسدد وحامد بن يحيا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محطن قال دخلت على رفول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تضغرنا أولادكم بهذا العلام عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يسعط من العذرة ويلد من ذات الجم قال أبي داود يعني بالعود القطب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زفير حدثنا عبد الله بن عثمان بن قتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البياب فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعب حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الغزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا من حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق حدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين حدثنا غريع بن ناثان أبو توبة حدثنا محمد بن مهاجر عن أبي عن أثناء بنت يزيد بن السكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم فرا فإن الغيل يجلق الفارس فيدعفره عن حركة حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم قال مالك الغيلة أن يمث الرجل امرأته وهي طربة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمر بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب المرأة عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرخ قالت قلت لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلاني اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعب عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حما حدثنا أحمد بن صالح وابن السرخ قال أحمد حدثنا ابن وهو وقال ابن السرخ أخبرنا ابن وهو حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمر بن يحيى عن يوسف عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن عبيد عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس ثم أخذ ترابا من بطهان فجعله في قدح ثم نفس عليه بماء وصبه عليه قال أبو داود قال ابن السرخ يوسف بن محمد وهو الصواب حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهدية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس برقا ما لم تكن شركا حدثنا إبراهيم بن مهدي المسلسي حدثنا علي بن مسر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثم عن شفاء بن جعبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفة وقال لي ألا تعلمين هذا بقية النملة كما علم فيها الكتابة حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثتني جدتي الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسير فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعود قالت فقلت يا سيدي والرقى طالحة فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة قال أبو داود الحمة من الحياة وما يلسع حدثنا سليمان بن داود حدثنا شريك وحدثنا العباس العنبري حدثنا يديد بن هارون أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس عن أنث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى لم يذكر العباس العين وهذا لفظ سليمان بن داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارف عن عبد العزيز بن صهيب قال قال أنا يعني ثابت ألا أرقيك برقية رسول الله قال قال فقال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أن تشفيه شفاء لا يغادر ثقم حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمر بن عبد الله بن كعب السلمي أخبر أن نافع بن جبير أخبر عن عثمان بن أبي العار أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبالوجع قد كاد يفلكني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسحه بيمينك سبع مرة وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أدى الآمر به أهلي وغيرهم حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الضلي حدثنا الليث عن بيادة بن محمد عن محمد بن كعب القراضي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اختر لنا خوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحار عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعود بكلمات الله التام من غضبه وشر عباده ومن همدات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه حدثنا أحمد بن أبي سريد أخبرنا مكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت ما هذه قال أصابتني يوم خيبر وقال الناس أصيب سلمة فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفتات فمشتكيتها حتى الساعة حدثنا زخير بن حرب وعثمان بن أبي شيخ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه يعني ابن سعيد عن عمر عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى تقيمنا بإذن ربنا حدثنا مستدد حدثنا يحيا عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة ابن الصلس ثميني عن عم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه فرقيته بفاتحة الكتاب فبره فأعطوني مئة شاء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال هل إلا هذا وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا قلت لا قال خذها فلا عمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة ابن الصوت عن عمله أنه مر قال فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بداقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقام فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معنا حديث مسدد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابي فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح قال ماذا قال أقرب قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بخية حدثني الزبيدي عن الزهري عن خارق يعني ابن مخاشن عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلهيغ لدغته عقرب قال فقال لو قال أعود بكلمات الله التام من شر ما خلق لم يندخ أو لم يضره حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي تعيز الخدري أن رفضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا ندغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قضيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدخل حتى ضرأ كأنما أمشط من عقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسه حدثنا حدثنا عبيد الله بن معاد حدثنا أبي وحدثنا بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلط التميني عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم قال فجاءوا بمعتوهم في القيود قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بذاقي ثم أدفل فكأنما نشط من عقال قال فأعطوني جعلة فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعودات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها حدثنا محمد بن يحيى بن فارث حدثنا نوح بن يزيد بن سيار حدثنا إفراهيم بن سعد عن محمد بن إسحار عن هشام بن عروة عن عبيد عن عائشة رضي الله عنها قال أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أقعمتني القتاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلم عن حكيم الأثرم عن أبي ثميمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا قال أنسى في الحديث فصدقه بما يقول ثم اتفقا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حاقظا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أندل على محمد حدثنا أبو بكو بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن أخنص عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختبت علما من النجوم اختبت شعبة من السحر زاد ماذا حدثنا القعنبي عن ماذك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالكديدية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصر فأقبل علمنا فقال هل تدهون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوفر وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوفر حدثنا مسدد حدثنا يحيا حدثنا عوح حدثنا حبان قال غير مسدد حيان بن العلا حدثنا قطن بن قبيطة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبس أطرق الزجج والعيافة الخطر حدثنا ابن بشار قال قال محمد بن جعفر قال عوح العيافة زجر الضير والطرق الخط يخط في الأرض حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن الحجاج الصواه حدثني يحيا بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا كثيان عن سلمة بن كهي عن عيسى بن عاطم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطير في الشر ثلاثة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل حدثنا محمد بن المتوكل العقلني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الغزاق أصبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا قيرة ولا صفر ولا هام فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ضباء فيطالقها البعير الأجرب فيجربها قال فمن أعدى الأول قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يُرِدن مُمْرِضٌ على مصح قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة قال ألم أحدثكمه قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نتي حديثا قط غيره حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن حديث عن أبي هريرة قال قال أقول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا فطر حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني ابن عجلان حدثني القعقاع ابن حكيم وعبيد الله ابن مقسم وزيد ابن أسلم عن أبي طالب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى قال أبو داود قرئ على الحارف ابن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال سئل مالك عن حوله لا صفر قال إن أهل الجاهدية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية قال قلت لي محمد يعني ابن راشف قوله هام قال كانت الجاهدية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هاما قلت فقوله صفر قال سمعت أن أهل الجاهدية يستشتمون بصفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطر كانوا يقولون هو يعدي فقال لا صفر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا قيرة ويعجبني الفأل الصالح والفأل الصالح الكلمة الحسام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبت فقال أخذنا فألك من فيك حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاطم حدثنا ابن جريح عن عطاء قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن قلت فما الهامة قال يقول الناس الهامة التي تصرق هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي ذابة حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت القيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنه ولا يدفع السيئات إلا أنه ولا حول ولا قوة إلا به حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث قراءة سأل عن إسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤى فراهية ذلك في وجهه وإذا اعجبه اسمها فرح و رؤى بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها originally حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابان حدثني يحيا ان الحضرمية بن لاحق حدثت عن سعيد بن المسيد عن سعد بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وان تكن الطيرة في شيء ففي الفرق والمرأة والدار حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وتال من ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرق قال ابو داود قرأ على الحارث بن مسكين وانا شاهد اخبرك ابن القاسم قال تئل مالك عن الشؤم في الفرق والدار قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها اخرون فهلكوا فهذا تسيره فيما نرى والله اعلى قال ابو داود قال عمر رضي الله عنه حفير في البيت خير من امرأة لا تلت حدثنا مخلد بن خالد وعباس عن بريق قالا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن يحيا بن عبد الله بن بحير قال اخبرني من سمع طروة ابن موسيق قال قلت يا رسول الله ارض عندنا يقال لها ارض ابيان اي ارضه فينا وميرتنا وانها وبئة او قال وباءها شذل فقال النبي دعها عنه فان من الخرف التلت حدثنا الحسن ابن يحيا حدثنا بشر ابن عمر عن اكرمة ابن عمار عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلف عن انس ابن مالك قال قال رجل يا رسول الله انا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها اموالنا فتحولنا الى دار اخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها اموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة حدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا يونس ابن محمد حدثنا مفضل ابن فضالة عن حبيب ابن الشهيد عن محمد ابن المنكد عن جادر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجدوم فوضعها معه في القصع وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا ابو بدر حدثني ابو عطبة اسماعيل ابن عياش حدثني سليمان ابن ثلي عن عمر ابن شعيب عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته جرحم حدثنا محمد ابن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا عباس الجريري عن عمر ابن شعيب عن ابي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد أيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد قال أهو داود ليس هو عباس جريري قالوا هو وثم ولكنه هو شيخ آخر حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا سفيان عن الظهري عن نبهان مكاثب أم سلم قال سمعت أم سلم تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الإحدى كن مكاثب فكان عنده ما يؤدي التحت جرد حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعل فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بالؤناس يشترقون شروطا ليست في كتاب الله من اشترق شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مئة مرة شرط الله أحق وأوتى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وغيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فغيرة لتستعين في كتابتها فقالت إني كافة أهلي على ثق أواء في كل عام أوقية فأعنيني فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاء في لي فعن فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرامي حدثني محمد يعني ابن سلمة ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية ابن تلحارف بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شمناس أو ابن عم له فكاثبت على نفسها وكانت مؤثا ملاحة تأخذها العين قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحال وإنما كان من أمري ما لا يخطى عليه وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمان وإني كاتت على نفسي فجئتك أسأنك في كتابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منك قالت وما هو يا رسول الله قالت أؤدي عنك كتابة وأتزوج قالت قد فعلت قالت فتسامع تعني ناسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبب فأعتقوه وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا مأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المصطلح قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه حدثنا نسجد بن مسرهد حدثنا عبد الوالي عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مميوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحدثنا همام وحدثنا محمد بن كثير المعنى أخبرنا همام عن قتادة عن أبو المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريف زاد أبو كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عدها حدثني محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة فأن رجلا أعتق شخصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عدها وغرمه بقية ثمنه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإثنا Nue All الله عليه وسلم قال من أعتق نطيبا له في مملوك عتق من مالك إن كان له مال ولم يذكر ابن المثنى أن نضرب لأنث وهذا لفظ ابن سويد حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبان يعني العفار حدثنا قتادة عن النضرب لأنث عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شخيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد يعني احنا زريع وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضرب لأنث عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له أو شخيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظه علي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيا وابن أبي علي عن سعيد بإسناده ومعما قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر استعاية ورواه جرير بن حازم وموسى بن طلف جميعا عن ختادة بإسناد يزيد بن زريح ومعما وذكرا فيه استعاية حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك قيم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لن يقل حدثنا سليمار بن داود العتقي حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا عتق منه ما عتق حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطق شركا من مملوك له فعليه أدحه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نطيبا حدثنا مصلد بن خالد حدثنا يزيد بن هارون أخبر من يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق انتهى حديثه إلى وأعطق عليه العبد على معنى حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد غزاق أصبرنا معمر عن الزهري عن ثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في مالك إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن ثالث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسيرا يقوم عليه قيمة لا وقت ولا شطة ثم يعتق حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد إنما هو في التاء يعني التلب وكان صعبة ألثى لم يبين التاء من التاء حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعي قال حدثنا حمد بن سلمة عن قتادة عن الحفن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع آخر عن ثمرة بن جندب فيما يحكي محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال أبو جاود روى محمد بن بكر من برساني عن حمد بن سلمة عن قتادة وعاقم عن الحفن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث قال أبو جاود ولم يحدث ذلك الحديث إلا حمد بن سلمة وقد شك فيه حدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخلطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله قال أبو جاود سعيد أحفر من حمد حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الألطاري عن أمه عن سلامة بنت معتل امرأة من خارجة حيث عيلان قالت قد مبي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب ابن عمر أخي أبي اليسر ابن عمر فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب ثم هلأ فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن امرأة من خارجة حيث عيلان قد مبي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب ابن عمر أخي أبي اليسر ابن عمر فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب فقالت إن رأته الآن والله تباعين في دينك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل أخوه أبي اليسر ابن عمر فبعت إليه فقال أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم عليه فأتوني أعودكم منه قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بك فلما كان عمر نهانا فانتهينا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن جبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة حدثنا جعفر بن مساثر حدثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح حدثني جابر بن عبد الله بهذا ذات وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بتمنه والله أغنى عنه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن أبراهيم حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق علاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة جرهم فدفعها إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى لي خرابته أو قال على لي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلل عن عمران بن حسين أن رجلا فأعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرأق أربعة حدثنا أبو كامل حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا حدثنا وهد بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عفيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرأق أربعة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني ابن لهيعة والليف بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا جرير عن سهير بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة وقال أبو هريرة لأن أمتع بصوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنيا حدثنا عيسى بن محمد الغملي حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمية قال أتينا واثلة بن الأسقار فقلنا لا حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاد بن هشام حدثني أبي عن خسادة عن سالم بن أبي الجعب عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصر الطائف قال معاد سمعت أبي يقول بخصر طائف بخصر طائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بتهم في سبيل الله عز وجل فنه درجة وساق الحديد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمر حدثني سليم بن عامر عن شرحيل بن الصم أنه قال لعمر بن عبثة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار حدثنا حقش بن عمر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحيل بن الصم أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنا معاد إلى قوله وأي من رئ أعسق مسلما وأي من رأة أعسقت امرأة مسلمة ذات وأي من رجل أعسق امرأتين مسلمتين إلا كان تافكا كهو من النار يجبئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحيل مات شرحيل بصفيل حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائف عن أبي الدردائق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شفع حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي حدثنا حاتم بن إسماعيل وحدثنا نصر بن عاصم حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جاهر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتفلوا من مقام إبراهيم مصلى حدثنا نوسى يعني بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فغرأ فرفع قوته بالقرآن لما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطها حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا قصيب حدثنا نقسم مولى بن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قضيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعضنا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية قال أبو داود يغل مفتوحة الياء حدثنا محمد بن عيسى حدثنا معكمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسى بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعود بك من البخل والهرب حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاطم بن لقيق بن صبرة عن أبيه لقيق بن صبرة تقال كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحتبن ولم يقل لا تحتبن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان حدثنا عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلاً في غنيمة النسل فقال السلام عليكم فقتلوا وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضاً حياة الدنيا تلك الغنيمة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابن أبي الزنات وحدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزنات وهو أشبع عن أبيه عن حارجة ابن زيد النساء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر ولم يقل سعيد كان يقرأ حدثنا عثنان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنث بن مالك قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين حدثنا نصر بن عبي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنث بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النبس بالنبس والعين بالعين حدثنا النفلي حدثنا زهير حدثنا قطيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي قال قرأت على عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت علي حدثنا محمد بن يحلى القطعي حدثنا عبي يعني ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عقيل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أسلما من قريب عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن قال قال أبي بن كعب بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا قال أبو داود بالتالح حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المغيرة بن سلم حدثنا أبد المبارك عن أجلح حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد أخبرنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أثناء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير طالح حدثنا أبو كامل حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير طالح فقالت قرأها إنه عمل غير طالح قال أبو داود ورواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن حمزة الزياء عن أبي إسحاق عن تعيد بن جبير عن ابن عباث عن أبي بن كعر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجاجة ولكنه قال إن سألتك عن شيء من بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني طولها حمزة حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري حدثنا أميس بن خالد حدثنا أبو الجارية العربي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباث عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغتام لدني وتقلع حدثنا محمد بن مسعود بنفسي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوث عن مصدع أبي يحيى قال سمعت ابن عباث يقول أغرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين حانئة مخفرة حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا وهير يعني ابن عمر النمري أخبرنا هارون أخبرني أبان بن تغير عن عضية العوف عن أبي سعيد الخضري أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عيديين لا يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري قال وهكذا جاء الحديث جري مرفوع جري مرفوع كدام لا تثمن وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعمى حدثنا عثمار بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة حدثني الحسن بن الحكم النفعي حدثنا أبو سبرة النفعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة فقال ليس بأرض ولم رأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربع قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسن بن الحكم النفعي حدثنا أحمد بن عبدس وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر من الهدن عن سفيان عن عمر عن أكرمة قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديثا وحب قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم حدثنا محمد بن رافع عن نيشابوري حدثنا إسحاق بن سليمان الغازي سمعت أبا جعفر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هارون نموسا نحوي عن بديل بن ميترة عن عبد الله بن شخيخ عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدس قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء قال ابن حنبل لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبدس بن يعنى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك قال أبو جاود يعني بلا ترخيم حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن عبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أغرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق للقوة المتين حدثنا حصب أمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر يعني متقل قال أبو جاود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكار حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الملك ابن عبد الرحمن الزماري حدثنا سفيان حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أه يحسب أن ما له أخلاده حدثنا حصب بن أمر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي خلابة عن من أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوتق وتاقه أحد قال أبو جاود بعضهم أدخل بين خالد وأبي خلابة رجل حدثنا محمد بن عبد حدثنا حماد عن خالد الحداء عن أبي خلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لا يومئه لا يعذب قال أبو جاود قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرر وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيدة بن مصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير وابو عمر بن العلاء وحمزة الزياث وعبد الرحمن الأعرج وختادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عبد آس وعبد الرحمن بن أبي بكر لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائم عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخضري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال فقال جبرائل وميكائل قال أبو داود قال خلف منذ أربعين سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبرائل وميكائل حدثنا زيد بن أخذم حدثنا بشر يعني إحنا عمر حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبرائل وميكائل عند الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعد الطائم عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخضري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن ينينه جبرائل وعن يساره الميكائل حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان قال أبو داود هذا أصح من حديث الزهري عن عنث وزهري عن ترجمة نانسي قنقر